دعف التركيز 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 ضعف بالزاكرة كثير ايام بتسائب بالكلينيك انه بيجيبوا اهل جايبين ولد. عنده ضعف بالزاكرة او بالتركيز. شوية بيكتشف انه بيطلع البي بيقلي صراحة انه نحن هلأ عم نطلب منه كثير وعم نقول ليش عم بيحفظ. بس انا وقتا كنت صغير كنت مثله. كثير من شوفها هايدي. لكن ممكن كثير تكون جينية يعني. اكيد يعني في عامل جيني يلعب دور كثير مهم يعني بيخلق الولد عنده قوي بكدرات معينة وضعيف بكدرات فكرية تانية. ايام بتكون منهم الزاكرة تركيز الانتباه. طيب خلينا هيك نعرف منك مين الولاد اللي عندهم ضعف ذاكرة. كيف بيكونوا? شو بيكونوا? هنه ولاد عادية ما بنعرف حتى انه عندهم ضعف ذاكرة الا ما يبلش ينطلب منهم بالمدرسة انه يحفظوا قصص. نعم. ومنلاحظ انه يا عم ياخدوا كتير وقت لحتى يحفظوها اكتر من اللازم او عم يحفظوها ووقتها عم بيرجع لازم يسمعوا هال القصص الحافظينة عم بيكونوا نسيوا. نعم. دونك هون مننتبه انه في مشكلة. بس هنه اولاد عادية بالحياة عندهم زكا كتير قوي ومتل كل الولاد. بس هاي الكدرة الفكرية الموجودة عندهم ضعف فيها. هيا كتير. هلا علاقة هايدي متل ما وصفت هلا دكتور بالناس اللي بيكونوا حافظين كل شي بس يوصلوا لالامتحان بيبطلوا عارفين شي ولا هاي غير شي. لا هيدا موضوع تاني. هيدا مش موضوع الو علاقة بالذكرة. لا هيدا موضوع علاقة بالقلق يلي بيصير عندهم بحالة القلق وبحالة الاسترس. ونحن بنعرف كتير منيح انه النفسية بتأثر كتير على الكدرات الفكرية. يعني اليوم الاسترس والقلق والخوف كتير بيضعف التركيز عند الشخص وبيضعف ذكرته. يعني ممكن انت اذا خايفي تنسي. اذا انت الآن ما تقدري تسجد المعلومات بطريقة جيدة. اذا خايفي ما حتحفظي. وهيدي بنشوفه كتير مع الاهل انه ايام بيصيروا يعايتوا على الولد لحتى يدرس لحتى يحفظ الدرس. او فات الخوف يلي بيعيشه الولاد بيخفف له هذه الكدرات الفكرية. نعم. وبيبطل قادر يركز احسن ويحفظ احسن. فلازم نريح الولاد. لازم نطمنه. نعم لازم يكون مرتاح نفسيا اكيد لحتى يقدر يعطي اكتر. اه. الضعف الذاكرة هل ممكن يكون الا علاقة باضطرابات مثل اضطرابات او امراض جينية او امراض نفسية. اه. ايه. الزاكرة والتركيز بيرطبتوا كتير ايام بعدد من الاضطرابات. بتشوفي مثلا الولد يلي عنده حركة زيدي او الولد الاد اتش دي. طبعا اجمالا بيترفق كتير مع هيدا الاضطراب ضعف بالانتباه وبالتركيز وبالزاكرة. يعني دائما منشوف اذا بتجيب الولد بيكون عنده ضعف بهودي الكدرات. الولاد يلي عندهم صعوبات تعلمية او تروبل دابرونتستاج مثل الديسلكسي. كمان من السمطوم يلي ممكن يكونوا متواجدين هنا ضعف الانتباه. كمان نشرح شوية ديسلكسي لو سمع. وهي عسر بالكراءة او بالكتابة بالكدر على الكراءة وعلى كتابة كل شي يعني تعليمي. كل شي مكتوب ومقره. يعني مثلا ممكن يكتبوا استاد بطريقتين بالجهتين مثلا. اي اي بصفة تلخبط بالاحرف. وهون مفوت كمان نحكي عن ديسيغرافية كمان. نعم. وطبعا باللغة المكتوبة والمقرية. يعني هادي بيكون الاطراف في يوم. نشوف مع الديسلكسي مثلا. التروبل بالتركيز بالزاكرة بالانتباه. هادي دايما بيكونوا موجودين. وهادي لازم نعالجهم. يعني ما فيك انت بس اليوم تشتغلي على الديسلكسي بدل ما من دون ما تمرني الكدرات الفكرية اللي ضعيفة. لانه ما بيمشي الحال بس. لازم كمان تقويلوا ذاكرته للولد وتمرني له الانتباه طبعه وتقويلوا التركيز طبعه. لحتى يساعدوا انه يتخطى هادي المشكلة. لانه هني كد قدرات فكرية اساسية. كيف بيلاحظوا الاهل انه قدرات الفكرية عند ابنهم ضعيفة يعني. يعني في شي سمتوم هيك معين لحتى هني هالشي يوعيون تياخدوا ابنهم لعند المختص. جمالا من بعد ما الولد يفوت على المدرسة. ومن بعد ما يصير يعني بأول صفوف يلي بيطلبوا منه يحفظ قصص. ويلي بيصير في عنده واجبات دراسية ومنزلية بعد المدرسة. ببالش الولد مثلا يرجع يتعلم بالبيت يدرس درسه بدل ما يكون مثلا بده ياخد نصف ساعة او ثلاثة اربعة الساعة. بيصير ياخد ساعتان وثلاثة واربعة. وبتوصل الساعة تسعة بالليل وبعده الولد عم يدرس ومع عم يحفظ الدرس. فهون بتبين المشكلة. بالوقت يلي بيكون الواجبات بده نصف ساعة او ساعة حتى تخلص. هو بتاخد معه وقت طويل. دونك اكيد ليش عم تاخد معه وقت طويل. لانه في ضعف بهودي الكدرات. او بيكون يمكن تمام. او بيكون في نوع من هيدا الاطراب مثل محاذفك الديسليكسي او غيره. طب كيف تعالجون الذاكرة يعني او ضعف الذاكرة وايضا ضعف التركيز. اول شي بنعمل وقت بيوصل الولد اللي عنا بدنا نعمله الدي تاست. نفحصه. عنا دي تاست ستندرديزي وطبعه عالميا. بيبينولك الكدرات بيطلع لك رأم بيطلع لك شيفر. بياخر التاست بتعرفي هل هو ضعيف ووسط او بيبين هيدا الشي. نعم. من بعد التاست نحن نقدر. هيدا عم نحكي عن الذاكرة ولا عن التركيز. في عنا للذاكرة وفي عنا للتركيز وفي عنا للانتباه. نعم. كل الكدرات الفكرية الى الدي تاست نستعملن. نعم. نعم. نفحصن. بيبين عنا شو قدرت هيدا الولد. نعم. وطبعا الفحص لازم يصير بكير يعني ما في الولد يجي يعمل الفحص بعض الظهر لانه راح بيكون تعبين والتعب والفاتيجة بيليتي بتأثر كتير على تدني الكدرات الفكرية. نعم كل الفحصات الفكرية بنعملها الصبح اجم قبل الظهر. من بعد ما يكون الوقت صالوا ساعتين واعي تقريبا هيدا افضل وقت. بنعمل الفحص ويطلع عنا ريزولتات فيها بلو تكون مصبوطة. من بعدها بنشوف المشكلة وين بأي نوع من الزاكرة وين الضعف. وكل نوع من الزاكرة له نوع من التمارين الخاصة الى اجزارسيس سبيسيفيك يلي بيمرنوا هيدا الزاكرة ان كانت سماعية ان كانت بصرية الى اجزارسيس سبيسيفيك لا لا. فنحن منصير نستعمل معه هودة التمارين بطريقة تدريجية لانه بدك تبلشي من محل ما هو وشوى شوى تصيري تزيدي بالنفو لحانه بيقوى النفو طبعه. ومن اويله الكدورة الفكرية هي شغلة ما انه صعب ابدا شغلة بدأ شوية وقت بس طبعا النتيج كتير بتكون مهمة لانه بس تقوي هودة الكدورات عند الولاد شو بيصير بعدين بيتحسن زكائه. الزكا طبعه بيرتفع المروني الفكرية طبعيته بتزيد وسيقته بحاله بتزيد وبيصير اقوى بالمدرسة. وهاك. شو هي نصيحتك بالختام للاهل هل بيقدروا يساعدوك بالاجزارسيس يعني ولا مشبورين ياخدوه عند المعالجة النفسي او الشخص اللي بده تابه ولا كمان الاهل فيون يشاركوا بهالشي بالبيت. نحن بنعطي الاهل كمانا تمارين وفي عنا عدد من الالعاب يلي بيأوز ذاكرة. نطلب من الاهل كمان انه يجيبوا له هودة الالعاب يسير بدل ما يلعب مثلا تلاي ستيشن او يلعب قصص مقلة طعمة. يمكن بتاخد له كتير من انتباهه. يقضي وقته الولد انه عم يلعب بقصص مفيدة بتقويله ذاكرتك. خلينا نعطي امتال لالعاب ممكن تفيد الزاكرة والتقوية. ايه. مثلا عندك العاب الصور يلي بيكون من كل صورة عندك اتنين. اوكي بيتخبوا هودة الصور بينقلبوا هيك على الطاولة وبينحطوا بطريقة عشوائية. الولد مفروض يفتح الصورة هيدة. مثلا شايف هون حصان. اوكي بيفتح واحدة تانية. اذا طلع له حصان بيربح بيشيلهم. فبدو يتذكر هو وين شايف نفس الصورة وبأي مكان. هون بنكون عم نقوي الزاكرة البصرية عنده مسارة. بالبسيط طلعوا شوي بالعمر يعني كمان بيقولوا انه التشاث ممكن كمان يقوي القدرات الفكرية ومنها تركيز والزاكرة. مظبوط. هلأ هون هي بتشغل اكتر شي من قلو فونكشون كوغنيتيف فونكشون اكزيكوتيف يلي هني قلو اكتر علاقة بالزاكة ويلي اذا بدك نوصفهم اكتر لهم عليها بالمرونة الفكرية باتخاذ الكرارات الصحيحة بالمنطق بالتنظيم العقلي. دونك هون كتير بيخلونا بالحياة اليومية احنا نعرف نتصرف نعرف نحل المشاكل ونعرف يعني نكون عم نعمل كنترول على القصص اللي بتصير معنا. شكرا لك دكتور ساركيس ابي طنوس كانت فقرة يعني اكيد عطت فكرة واضحة للأهل خاصة اللي عم بيعانوا مع اطفالهم. شكرا لكم مشاهدينا فاصل صغير ومنتابع مع ضيوفنا خليكن معنا. موسيقى موسيقى موسيقى